اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والانشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وبالسلم على محمد عبد الله وعلى آله والصحبه من والله لمدنه بعد حياكم الله يهل أخواته والأخواته الكرام عبر قناتكم قناة ثراء رائدة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى وسوف يكون حديثنا عن فضل التحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام سبحان الله يعني هذا يعني الذكر من أسهل العبادات عبادة سهلة وبسيطة وميسرة ما فيها تعب ما فيها تعب يعني وانت واقف وانت ماشي وانت مستلقي وانت قاعد يعني ذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحوال هذا أيضا من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة إن الله ما خلاها يعني بشكل معين حق جسمك وحق وضعك لازم تكون واقف أو لا 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 كيفك تبقى تفكر الله وانت قائم وانت جالس وانت متوجع مثلا سواء كنت في صلاة ولا غير صلاة أو في عبادة معينة أو كذا فباب الذكر مفتوح وهو من أسهل العبادات وبعدين يعني الباقيات والصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب الكلام إلا الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت يعني أحب الكلام إلا الله الكلام إلا الله يحبه شنو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر زين أنا يعني الحمد لله خلقوا ربيت نفسي عوّت نفسي على هذا الذكر وعلى هذه الأوراد من الذكر بين الفينتي والأخرى وحسب ما أنا يعني سياستي مع نفسي وطريقتي مع نفسي بالذكر كل واحد ترى فينا له طريقة خاصة أدري أنا مو مثلك أنت ممثلي أنت أحسن مني أنا أحسن منك ما ندري هذه العبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لما أحد ما تطلع عليها الذكر الحلو فيه أنه عبادة خاصة بين العبدي وربه يعني أنا شدراني أنك قاعد تسبح مثلاً باليوم آلاف تسبيحات أو بتحمد الله مثلاً آلاف المرات أنا شدراني يمكن واحد يسبح عشر مية يكتفي واحد يسبح مثلاً ألف وكذا فأنا أقصد كل واحد هذا باب مفتوح شد حيلك حبيبي كيفك أنت وهمتك أنت ونشاطك وطاقتك فاقتنص الفرص ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبوه لله سبحانه وتعالى من هذه الأيام يلا يعني قلنا هل العشر أيام هذه أشد حيلي بموضوع الذكر يعني أنا أحط لي ما أنسى وردي من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير خلاص يعني أحرص طبعاً خلنا نحن مثلاً خلنا نقول دبر الصلوات كنا الحمد لله قاعد نصلي الفرض إذا أنت بعد الصلاة قاعد تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33 هذا يعني الصلوات المفرضات هذه خمس صلوات قاعدة تقول هالذكر بعد كالصلاة زين ماشي زين وإنت مثلاً ماشي ولا جالس ولا كذا قاعد تقول الحمد للدي أقول لا إلى الله أحضر ولا شركة أهل أملك والحمد وهو على كل شيء قاعدة بقول مئة مرة الله يعني كأنك اعتقت عشر رقاب يعني تاخذ أجر عظيم من هذا التهليل أو التحميد أو التكبير يعني أنت الحين يعني خلك الله يقول فاذكروني أذكركم ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه يعني الله سبحانه وتعالى جل جلاله يحب عبادة الذكر الله مدحنا قال والذاكر الله كي تراني والذاكرات يعني قال المؤمنين والمناس صائم من الصائم كذا ومن ضمنهم قال والذاكر الله كثيرا والذاكرات يقول نبي صلى الله سلم سبق المفردون قال وما المفردون رسول الله قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات يعني خلك من من هذا الصنف الذي سبقه واللي سبق يعني فاز يعني نال يعني وصل تمام ها فخلك من الناس السباقين والناس اللي الله سبحانه وتعالى يحبهم والله يبدحهم فاذذكر يعني الله جل جلال يقول إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إذا ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير يعني من اللي الله يذكرك عند الملائكة والمقربين أن الله سبحانه وتعالى يعني يثني عليك وكذا فسبحان الله فأنا قول يعني ترى يعني حسافة يعني نحن نطوف هذه العبادة العظيمة ترى الله سبحانه وتعالى يحب الواحد ينزه يحب الواحد يقدسه الله يحب اللي يثني عليه اللي يوصفه بصفات الجلال والكمال هني أنت فعلا أنت هني عبد صج عبد خاضع قاعد تذكر الله سبحانه وتعالى وتعلي من شأن ربك الله سبحانه شأنه عالي أكيد بس أنت تريد أن تثني عليه دائما تنزهه دائما تقدسه دائما تعظمه يعني ما في أحلى من عبادة بهذا المعنى هذه أحلى عبادة عبادة التنزيه عبادة التقديس عبادة التعظيم لرب العالمين ربك حبيبك إلهك مولاك اللي أنا عن عليك اللي عطاك اللي سندك اللي يعني اللي رعاك من ولادتك إلى وفاتك اللي ما تخلى عنك اللي كل ما دعيته أجابك عطاك 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 لم يتخلى عنك من الأيام لم يحرمك وإنت عد دنماة الله لا تحصوها و يعني ولئن شكرتم لا أزيدنكم فهذا من يعني الذكر من الشكر الذكر من الشكر فكل ما ذكرت الله سبحانه تعالى يعني أنت شكرت الله يعني أنت الله راح يزيدك من فضل يزيدك ويزيدك ويعطيك من فضله العظيم أيضا يعني الله سبحانه يوفقك ترى يوفقك إلى ذكره يعني ما تنسى ما تنسى ذكر الله دائما على لسانك يعني خلاص من تقوم من النوم عندك الذكر قبل تنام عندك الذكر بتصلي ذكر طلع من بيتكم ذكر تركب السيارة ذكر تروح المسج ذكر إيلا سبحان الله وين عطني يعني لو تشوف حياتك وايد فيها ذكر الحمد لله فليش يعني خلنقول لتكثر من هذا الذكر العظيم ويعني شوف سبحان الله يعني فرحة العبد في 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 هذه الأيام المباركات اللي هو أن يكون يعني يختم القرآن يعني هذا الذكر العظيم التسبيع والتحميل والتكبير صح ذكر تمام وطيب وآي طيب لا ننسى أيضا قراءة القرآن يعني ودك في هذه الأيام العشر ودك أنك تختم فيها القرآن الكريم خلاص عشر تأيام أقعد أقول كل يوم ثلاث أجزاء لين أخلص الختمة يلا فهذا يعني عشان الله سبحان الله يحبنا عشان الله سبحان الله تعالى يعني يرضى علينا فنكثر من ذكره وأعظم الذكر لا إله الله وأيضا أعظم الذكر اللي هو القرآن الكريم يعني من الحين أنت الحين رمضان كاطاف وختمت القرآن والله الحمد يلا الحين يا العشر الأول من ذي الحجة اجتهد في العبادة وفي الذكر في التحميل والتسبيح والتكبير واجتهد أيضا في ختم القرآن الكريم لا تنسون ختمتكم للقرآن الكريم في هذه الأيام الفاضل المباركة ترى والله العظيم تقدرون وسهالة ورتب نفسك وتقدر أنت مثلا لو تبحث في جوجل كيف أختم القرآن في عشر أيام يعلمونك الطريقة الأجزاء التي تقراها كل يوم تقسمها على ثلاثين جزء على هالأيام هذه شلو ما شلو تحط لك خطة وبرنامج وتمشي عليه لين تختم القرآن الكريم إذن لا توفكم أيضا ختمة القرآن في هذه الأيام المباركات فإذن نحن الرابحون نحن الفائزون ذاكم الله كثيرا والذاكرات والمقربون رب العالمين وفقنا الله وإياكم لكل خير وإياكم عن كل شر صار نكون من المسبحين الحامدين المكبرين والتالين لكتابه الكريم ويعطيكم العافية وإزاكم الله خير إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة